معاناة كبيرة تعاني منها المرأة الريفية. بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا احنا الامرأة الريفية يزمنا اول حاجة اغلبية الريف شنوه. نقوله الريف نقوله الفلاحة. اذا كان هي المرأة يا اما تبدأ ربطه بيت في الدار تربي في اطفالها وهذه كمعاناة. وانا تبدأ تخدم في نقوله احنا اجيرة فلاحية وانا في الواحد كل شيء. اذا كان هي تخدم تخدم بوجور ما ترتقيش حتى المستوى للعيش الكريم. وما غير تغطية اجتماعية وما غير حتى حماية وما غير حتى شيء. دونك هنا تقوم من الفجر تروحها قابل عشية هنا معناتها بيش تعايش صغرها بيش توكلهم وبيش تشغرهم. احنا مش نحاولو يلزم تنسيق مع وزارة الفلاحة ويلزم تنسيق مع الهيكل الجهوية والمحلية من معتمدين ومن ولاية ومن هذا نحلو الدوسي هذي ونحاولو نقدموه لها اللي نجمو من حقوقها حقوقها الطبيعية من من كرامة من عيش كريم من وبعد ننطلقو في امور اخرى